افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المنطقة الخضراء التي ستشهد العديد من الفعليات والأنشطة على همشي نعقادي مؤتمر كوب 27 أكد مدبولي أن المساحة المخصصة للمنطقة الخضراء في هذه القمة تمثل الكثير من أي قمة من مناخية سابقة مشيرا إلى أن ذلك يعكس رسالة مهمة من مصر خاصة أن المنطقة الخضراء تعتبر غير رسمية حيث يتواجد بها ممثلون مجتمع غير الرسمي من جمعيات ومنظمات دولية وإقليمية ومحلية واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الحرص كان رسالة مهمة أيضا من مصر بأنها تتطلع للاستماع إلى الرأي الآخر حيث أن كل المنظمات والأفراد والجهات التي لها صوت بخلاف الجانب الرسمي سيكون لديهم الفرصة للتواجد بفاعلية في هذا الحدث ضمن هذه المنطقة بفكات 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 بفكات